إن هذه السحابة لا تستهل بنصر بنيكة هذا الكلام قالها النبي صلى الله عليه وسلم بعدما سمع صراخ خزاعة في نصف الليل وهو يتوضب واللي كان وقتها خزاعة يقتلون في كل مكان عند ماء الوتير يعني كانوا في مجزرة فيهم سمعهم النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة إعجازية من الله قد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لبيك 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 وقلت إعجازية لأن المسافة بين المدينة وماء الوتير جدا كبيرة ومهما كان سمعك قوي مستحيل أنك تسمعها إلا بطريقة إعجازية من الله سبحانه وتعالى وهذا اللي حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم بس من اللي سوى المجزرة في خزاعة في قصة اليوم النبي صلى الله عليه وسلم يجهز أكبر جيش للمسلمين على الإطلاق بعدما قريش نقضت الصلح اللي بينهم وسوت مجزرة في خزاعة في نصف الليل اليوم هو نهاية السلام وبداية أعظم فتح في الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صورة كاملة بالراجع بعض التفاصيل اللي مر مهمة في أحداث قصتهم صلح الحديبية كان قائم على السلام بين أهل مكة والمسلمين لمدة عشر سنوات فكانت هذه المدة المقررة يعني في العهد وكان ضمن هذا العقد شروط كثيرة ومن هذه الشروط أن من أحب أن يدخل في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهده من باقي القبائل يدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم يدخل معهم ضرورة وأن القبيلة اللي تنظم لأي من الفريقين سواء مع النبي صلى الله عليه وسلم أو قريش تعتبر جزء من ذلك الفريق فأي عدوان تتعرض لها أي من تلك القبائل يعتبر عدوان على ذلك الفريق أو ذلك القبيلة فدخلت خزاعة في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخلوا بنو بكر في عهد قريش يعني إذا قريش تعدت على خزاعة كأنها تعدت على المسلمين وإذا المسلمين تعدوا على بنو بكر كأنهم تعدوا على قريش وبكذا الصلح ينهدم بس يوم خلصوا الصلح وبيتوا المسلمين في ذاك الوادي قامت مجموعة من قريش واغتالوا واحد من المسلمين ودوبوهم عقدوا صلح الحديبي فقام واحد من الصحابة ومسكوهم وجابوهم للنبي صلى الله عليه وسلم فقال للنبي صلى الله عليه وسلم دعهم يكون لهم بدء الفجور وثناح يعني بيكون لها ذول الفئة أول الغدر وآخرة برضو ودامنا عرفنا هذه الشيئين المهمين حطوهم ببالك وخذلك شي تاكله لا تنسى تتابعني في كل السوشال ميديا اكتب أنسة أكشن وبإذن الله العلي العظيم راح اترى لك من دون منطول بسم الله نبدأ بات رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي عند ميمونها أم المؤمنين رضي الله عضا في يوم انتصى في الليل قام النبي صلى الله عليه وسلم يتوظى عشان يبغي يصلي الليل فتحكي ميمونة رضي الله عنها وتقول وهو يتوظى إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم أسمعها يقول ثلاثة مرات لبيك 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 نصرت 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 قلت عجبت كنت أفكر أن في أحد جالس يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتظرتها إليه رجع للحجرة تقول فسألتها قلت لها يا رسول الله سمعتك تقول لبيك ثلاث مرات ونصرت ثلاث مرات هل كان في أحد معاك تخاطبة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا راجز بني كعب يعني هذا صراخ بني كعب اللي هم خزاع يستصريخوني يسعم أن قريشا أعانت عليهم بكر ابن وائل اللي هم بني بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم ذيك الليلة عند ميمونة رضي الله عنها في يوم أصبح الصبح ذكر المغازي أن محمد بن عمر رحمه الله يقول أن في ذاك الصباح كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة يا عائشة لقد حدث في خزاعه أمر فقالت عائشة يا رسول الله أترى قريش تجتري على نقض العهد بعد اللي حصل لهم يعني تنقض العهد الذي بينك وبينهم وقد أفناهم السيف فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ينقضون العهد لأمر يريده الله تعالى فقالت يا رسول الله خير رد النبي صلى الله عليه وسلم خير بس بعد فترة إلا برجل من قزاعه يوافر رسول صلى الله عليه وسلم في ذاك الصباح ويقول له يا رب إني ناشدت محمدا حلف أبينا وأبيه الأتلدا قد كنتم ولدا وكنا والدا ثم تأسلمنا فلم ننزع يدا فانصر هداك الله نصرا أعتدا ودعو عباد الله يأتوا مددا إن قريشا أخلفوك الموعدا ونقضوا ميثاقك المؤكدا تبوا تعرف إش اللي حصل بين خزاعه وبني بكر وإش المشكلة اللي في الأصل بينهم لازم نرجع وراء إلى ما قبل الإسلام كان بين خزاعه وبني بكر حرب شديدة جدا وكل هذه الحرب بدت بقتل تاجر من التجار تاجر من بني بكر كان هذا التاجر عندها أموال كثيرة جدا توجه هذا التاجر إلى خزاعه لغرض التجارة يعني بس ما كان يعرف أنه قبره هناك لأنه أول ما توصت خزاعه قامت مجموعة من خزاعه واقتلوا الرجال وأخذوا أموال لمشافوا أنه عندها أموال كذا قالوا نصفي بس يوم وصل الخبر لبني بكر زعلوا زعل شديد جدا ووالله ما ألومهم الحقيقة فجهزوا لهم خطه واغتالوا رجل من خزاعه كانوا من رد الاعتبار قتلتوا واحد من رجالنا عندنا نقتل واحد من رجالكم وقاموا خزاع يمشافوا الأمر زي كذا قالوا والله لنأدب والله لنقتل من كبار بني بكر واللي هم كانوا بني الأسود وكانوا بني الأسود هذولا يعني من كبار العرب إلى درجة أن كانت دية الواحد فيهم كديتين من الرجال العديد من عظم شأنهم يعني وضعهم يعني هاي كلاس أصطنخت خزاعه واغتالوا واحد من بني الأسود وهنا اشتبت بني بكر وحصلت بينهم كثير من النزاعات بس قبل ما تاخذ بني بكر بثأرها دخلت خزاعه في صلح الحديبية في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما دخلوا في الإسلام ودخلوا بني بكر في عهد قريش من باب المعادة بس دم بني بكر باقي فور ما أخذوا بالثأر بس قاموا رجال من قريش يحرضون بني بكر على الثأر ومو بس هنا مدوا لهم بالأموال وأرسلوا لهم حتى رجال قريش ووصوهم وقالوا لهم يعني حاولوا تهجمون في الليلة لا تهجمون في الصباح وما عليكم الوضع يعني تحت الصيطة طبعا هذول الرجال اللي من قريش سووا هذه الفعلة من دون علم سيد قريش اللي كان في ذاك الوقت أبو سفيا كان سيد قريش في ذاك الوقت بعد ما مات نص سادة قريش في المعارك السابقة خزاعة دائما يستقوم من ماء قرب مكة واسمها هذه الماء الوتير وحنا نعرفهم يجلسون في الوتير ليلة كاملة ويرجعون في الصباح اسمعوا يا قريش بنتربص لهم ليل ونهجم عليهم كعصابة في الصحراء نقتل منهم اللي نقدر ونهرب وبكده خذنا بالثأر ومن دون ما حد يعرف حتى لو عرفوا بأن حنا بني بكر نجحد يا حبيبي قطع طرون ما حد يعرف من نحت فتشجحت قريش وقاموا حتى مجموعة من رجال قريش يشاركون في هذه المعاركة أو في هذه الغيلة وكانوا هذه المجموعة فيها الأشخاص اللي اغتالوا الصحابي في سلح الحديب صدق النبي صلى الله عليه وسلم يوم قال دعوهم يكون لهم بدء الفجور وثناء فعلا هذا اللي حصل خزاعة خرجت تستقي في ماء الوتير وبنوا بكر بين الجبال ينتظروا ينتظروا الفرصة المناسبة أدلج الليل عليهم ومن دون سابق أنذار هجموا بني بكر عليهم وقتلوا فيهم مجموعة كبيرة فهربت خزاعة ولحقوهم بعض بني بكر المهم أنهم أخذوا بثأرهم لأن القصة هنا تطول وحصلت أحداث بره قوية جدا بس أول ما حصل هذا الحدث كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضع في الليل عند ميمونة رضي الله عنها في هذاك الليل يوم قال النبي صلى الله عليه وسلم لبيك 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 فمع أن هذه هي خيانة وطعنة في ظهر المسلمين إلا أنه كان أكبر فتح للمسلمين فبعد ما قتل الكثير من خزاعة في الوتير أصبح الصبح فتوجه عمر بن سالم الخزاعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة يعلم عن اللي حصل فدخل عمر بن سالم المدينة يبحث للنبي صلى الله عليه وسلم إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم عند عائل يشمسك النبي صلى الله عليه وسلم وقال له الشعر اللي يطلب النبي صلى الله عليه وسلم فيه الفزاعة رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال نصرت يا عمر بن سالم بس ما هي فترة بسيطة إلا بسيد خزاعه يدخل المدينة يجلس عند الرسول صلى الله عليه وسلم ويخبره كل التفاصيل خبره الخبر بكل التفاصيل والأدلة برد فرط له السبحة كاملة يوم ما عرف النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء وإيش الفضائح اللي حصلت في الوتير قال النبي صلى الله عليه وسلم كأنكم بأبي سفيان قد جاءكم ليشد العقد ويزيد في المدة يعني كإني أرى أبو سفيان الحين يدخل المدينة يبغي يشد العقد يعني يجدد العقد ويرجع لعلاقات زي ما كانت وكان في واحد مع الصحابة اسمه حاظب ابن أبي بلتح كان يسمع كل شيء وكان لحاطب ابن بلتعه أهل في قريش باقي ما أسلم وكان واضح على حاطب ابن بلتعه الخوف كان خايف على أهله اللي في مكة وكان حاس بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيأخذ مكة بس بعدها خرج سيد خزاعة متوجه لمكة بس وهو في الطريق إلا يواجه أبو سفيان سيد قريش واجهها في الطريق كان أبو سفيان متوجه للمدينة مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم بس كان وجه أبو سفيان مليان خوف وشايف سيد خزاعه على طريق المدينة فسألهم مباشرة وين كنتم قالوا كنا في وادي قبل كذا ومرين على هذا الساحل يعني ولمر طيب ما قالوا له أنهم خارجين من المدينة فقال لهم أبو سفيان يعني ما مريتوا على محمد شيء يعني كنكم جاي من نفس الطريق يعني ها إذا مريتوا على محمد قلولي خلوكم صريحين فقالوا لا ما مرينا أبدا على محمد ما مرينا على المدينة ما شفنا مدينة وفي أنفسهم يقولون صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم بيروح يحاول أن يلحق العهد يعني كانوا يفكرون أن الأمر بيمشي على أبو سفيان كده سلامات لكن أبو سفيان كان داهيا بسهل ومسهل زي ما توقعوا خزاعه في يوم قف سيد خزاعه ومشه انتظرهم أبو سفيان إليه أن اختفوا ونزل على بعر راحلتهم نزل على البعر وبدأ يفتها بيدا المدينة أرض التمور وأكيد أنهم إذا مروا على المدينة إن في بعر راحلتهم فصار لأن البعير بياكل التمر بفصاح بدأ يفتت في البعر إلا والله داخل البعر فصار فصار تمر اللي هو نوات التمر قال والله إنهم مروا على محمد وأخبروها الخبر والله داهي يا رجل فانطلق أبو سفيان للمدينة في يوم دخلها توجه لرسول صلى الله عليه وسلم وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة فالتفت الصحابة إلا والله بأبو سفيان دوبة النبي صلى الله عليه وسلم كلمنا عنك فأقبل أبو سفيان للنبي صلى الله عليه وسلم وجلس عنده وقال يا محمد أشدد العقد وزدنا في المدة لا إله إلا الله نفس كلام النبي صلى الله عليه وسلم فردت عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ولذلك قدمت هل كان من حدث قبلكم يعني هل فعلا جيت عشان العقد والصلح وإن ما حصل شيء ينقض الصلح فعلا قال أبو سفيان معاذ الله نحن على عهدنا وصلحنا يوم الحديبي لا تغيروا ولا تبدلوا إنما أتيت يا محمد لأشد العقد وأزبط العلاقات سكت النبي صلى الله عليه وسلم وتجحل يقوم أبو سفيان ينظر للنبي صلى الله عليه وسلم والنبي يتجحل وبدأ أبو سفيان يحاول في النبي صلى الله عليه وسلم ويحاول في الصحابة تكفون حاولوا يعني فعلا يا أبو سفيان ما حصل شيء واضح عليك متوتر لكن الجميع ساكت ولا أحد من الصحابة يكلم حتى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يمشاف النبي ما كلمه صاروا الصحابة حتى هم ما يكلمونه عشان يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم يمشاف أبو سفيان الوضع كذا وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطاه وجهه أبداً توجه لأقرب الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم فرح لأبو بكر تكفي يا بو بكر حاول في محمد يلين شويتين قال لأبو بكر ما أنا بفكل صاح ينت اشفع لمشرك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق لعمر يا عمر تكفي يا عمر فازعتك يا عمر فرد عليه عمر أنا أشفع لكم إلى رسول الله فوالله لو لم أجد إلا الذر لجه حتكم به أخي عمر سبحان الله عمر ما عنده وقت جواري في جواري رسول الله ما باقي إلا خيار واحد فانطرق لعلي وقال له يا علي تكفر إنك أمس القوم بنا رحيم وإني قد جئتك في حاجة فلا أرجع عنك ما جئت خائبة أنت أقرب واحد لنا يا علي تكفر لا ترجعني خالي لديك فاشفع لي إلى محمد فرد علي علي ويحك يا أبا سفيان والله لقد عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمري ما نستطيع أن نكلمه فيه تبغاني أتشفع لك عند رسول الله أنت مشرك راءة من الشرك يا رجل أبعد حدودك مو الحين تفتخر بأنك تتشبه بمشرك عزة وكرامة لن ترجع إلا بتمسكنها هنا خلاص أبو سفيان المسألة صارت أكبر منه أضرمت الدنيا في عيون يعني فوق أنه الأمر حصل من وراء ظاهري فقال لعلي يا أبا الحسن إني أرى الأمور اشتدت علي فانصح فقال علي والله ما أعلم لك شيء أن يغني عنك شيء ولكنك سيد بني كنانة فقوم فأجر بين الناس ثم الحق بأرضك يعني أن تروح أطلب النبي صلى الله عليه وسلم وشفع لقومك عند النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا نستطيع فقال أبو سفيان أو ترى ذلك مغنيا عني شيء بتنفع الحركة ذي ولا لا فقال علي لا والله ما أظن ولكني لا أجد لك غير ذلك هو الحل الوحيد فقام أبو سفيان وهو محطم من الداخل ما بيده شيء وصار موقفه أمام الجميع جدا محرج جدا سيء يعرف بأن النبي ما بيجي الساكت وإن في جيوش بتأخذهم مثل العاصر لكن ما يعرف متى العاصفة تبدأ هذا هو الفرق فوقف في المسجد أبو سفيان وصرخ في المسلمين كلهم وقال يا أيها الناس إني قد أجرت بين الناس يعني أنا شفع قومي بشفع قومي والتفت للرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد قد أجرت بين الناس ولوالله ما أظن أن يخفرني أحد ولا يرد جواري أحد قال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت تقول ذلك يا أبا سفيان فركب أبو سفيان بعيرها ومشار ورجع لقومه وصيح عليهم لأنه كان خارج السالف وكل هذا حصل من وراء ظهره وهو اللي النكب هم تشره وهو شال الشر قال لهم والله أنا حاولت أشفع لكم عندهم فقال لولا هل أجاز ذلك؟ نفع قال لا ما نفع رد علي وقال أنت تقول ذلك يا أبا سفيان فعصبوا القوم وقالوا ويلك يا أبا سفيان وش ذل رحت ليش طيير؟ والله إن زاد الرجل على اللعب بك وجئتنا بما لا يقني عنك ولا عنا شيئا أخذوك رايح جهاي ضحكت علينا الخليقة كاملة ورجعت خالية لدي فقال والله ما وجدته إلا هذا قبحكم الله ما لي فيما فعلته تركبوني الشرها قاتلكم الله طبع ما حد في المدينة كاملة يعرف بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيغزو مك وحافظ النبي صلى الله عليه وسلم على أن يبقى هذه الغزوة سر ما حد يعرف متى سيخرج النبي صلى الله عليه وسلم لغزو مك حتى لا ينتشر الخبر بين العرب وتتنبأ قريش بالحذر الغزوة وبعد فترة أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أنها تجهز لبس الحرب ولا تعلم أحد وين يقصد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة وقامت عائشة رضي الله عنها تزبط للنبي صلى الله عليه وسلم لباس ترتب أدواتها وتنظف وترتب الملابس يعني تسوي الأشياء اللي أغلب البنات في هذا الزمان ما تبقى تسويها وهي ترتب أدوات المعركة إلا بالباب يفتح إلا بأبو بكر أبوها وشوف أبو بكر عائشة وهي ترتب أدوات المعركة فقال لها يا بنتي أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا فقالت نعم فقال لها يا بنتي وانت توقعين يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغزو فساكتت عايشة وأبو بكر ناظر قال لها الروم ساكتت ما ردت أبدا قال لها أهل ناجد ساكتت ما ترد بأي حرف ساكت وتناظر في أبو فقال قريش يغزو مكة إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم يدخلت فتأبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر يا رسول الله في غزواء فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم فقال بنغزو الروم يا رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أهل نجد فرد النبي صلى الله عليه وسلم لا سكت أبو بكر القريش يا رسول فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه وقال نعم فقال أبو بكر والصلح يا رسول الله بيننا وبينهم صلح إشي اللي حصل قال النبي صلى الله عليه وسلم ألم يبلغك ما صنعوا ببنيك وخرش النبي صلى الله عليه وسلم وبنوا كعبهم خزاع فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسل لباقي قبائل العرب المسلمة وبواد المدينة وأطرافها ويعلمونهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيخرج الغزوة من دون ما يسمون أي وجهة وإذا سألوهم يقولون الله ورسوله أعلى فتجمعوا من أسلم وغفار ومزينة وأشجع وجهين وكثير من باقي قبائل العرب المسلمة وجهزوا للخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى أصبح جيش المسلمين عشر ألاف مجرحد ويوم أصبح الجيش جاهز رفع النبي صلى الله عليه وسلم يده للسماء ودعى الله سبحانه وتعالى وقال اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها في بلادها إلا برعد يخرج من سحابة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه السحابة لا تستهل بنصر بنيك بس وراء الأودية حاطب بن بلتعه يحطي رسالة لفتاه مشركة من مزينة فقال لها اسمعي خذي هذه الورقة وصليها لصفان بن أمية أو عكرمة بن أبي جهل أو سهيل بن عم وانتبهي اخفي هذه الورقة في أي مكان لا حد يعرف أنه معك هذه الورقة وترى الطريق هذا فيه حراس وفيه عيون كثيرة فاتخذي طريق غير الين هنا خلصنا أول جزء من فتح مكة اعذروني ما قدر أسوي فتح مكة في مقطع واحدة نزوي على أجزاء عشان نذكر كل التفاصيل اللي موجودة واللي الحقيقة ما تقدر تتجاوزها لأنها تفاصيل جدا رائعة بس بعد ما نخلص الأجزاء كاملة بنجمعها في مقطع واحد يعني فلا تخاف سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت صافرك وأتوب إليك كل عام أنتم بخير راح توحشوني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر